تدخل التمرين الأمني المشترك أمن الخليج الأول أسبوعه الثالث بعد أن قطعت القوات الأمنية المشاركة مرحلة متقدمة من التعاون والتنسيق ورفع معدلات القدرة والجاهزية على أداء المهام المشتركة يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه التمرين الميدانية بشتى أنواعها للتأكيد على أن التعاون الأمني وتبادل الخبرات الميدانية يمثل ركناً أساسياً في الأهداف المرجوة من التمرين في التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد تشارك القوة الأمنية الكويتية بآليات وعناصر مدربة تمكنت من تحقيق اندماج كامل مع بقية عناصر القوات الأمنية لدول مجلس التعاون الأخرى من حيث مفاهيم العمل الأمني ومصطلحاته ومهامه في البداية لازم يكون في استفادة للأشخاص نفسهم في تكيفهم مع بعض واندماجهم مع بعض للقوة الكويتية باندماج أكثر من ناحية التمرين المشتركة ما بينهم بين بعض ودمج الدول معهم يعطي فرصة أفضل وتقدمية للدمج ما بين القوات والدمج من بين المعدات ومعرفة ما توصل له التقدم في بعض الآليات الموجودة عند الدول الشقيقة ونبني هذا التمرين أساساً على الفداء ما بين القوة فلما يكون في تعاون ما بين القوات وتعارفهم مع بعض راح يكون الدفاع لأجل وطن واحد تشارك القوة الكويتية في تنفيذ عدد من الفرضيات المستمدة من الواقع الأمني المشهود ومنها تلك التي تتعلق بمكافحة الإرهاب والإسناد الجوي وتعمل على الاستفادة القصوى من خبرات القوات الأمنية الخليجية المختلفة من باب التكامل الأمني والاطلاع على التجارب والخطط المماثلة طبعاً الفايدة من حصرة من ناحية العمل المشترك القائم من خلال العمل كعمر ميداني آخر كذلك الاستفادة من مدى العاليات الأخرى والعمل معها في عمل مدرج وعمل واضح يشار إلى أن التدريبات الميدانية لتمرين أمن الخليج العربي واحد مستمرة في تنفيذ الفرضيات الأمنية وحققت انسجاماً كبيراً على صعيد العمل الميداني والغايات الأخوية النبيلة التي يجسدها شعار أمن واحد مصير واحد